أخبار اليوم ومن رحمة ربنا وعافناكم من أي كتابة خطأ إملاقية أخطأ إملاقية ده احنا بينا بنكتبها باختيارات وحضراتكم ما عليكم إلا أنكم تختاروا صح أنا شايفة أوسينيما ألا بوست ألا لي بغيري ألا يغبار أكلب واضحين أوسينيما في السينما ألا بوست في البريد ألا لي بغيري في المكتبة ألا يغبار في المطار أوكلب في النادي أول جملة أين تذهب لكي؟ أشتي بتمبغ تشتري طوابعة سهلا من حيقول الإجابة وبسرعة؟ من حيقول الإجابة وبسرعة؟ حد يقول حكتت طبعا رقم واحد ألا بوست وانقلها صح وزي الفل واخد درجة وابقوا مبسوط تاني واحدة أين تذهب لكي؟ أخد الطيارة يبقى حكتب سهلة أوي واضحة دي مستعبة والله يا جماعة حرام اللي يخسر في الحاجات دي درجات كنا زمان بنخسر في الكتابة حرف ناقص حرف غلط لا ده بقى كمان بقت سهلة قوي الكلمة مكتوبة قدامنا أليغوب بار تالت سؤال أليغوب بار فاق دي سبار تعمل رياضة فين؟ سهلة حد يسمع هان أول كلاب رابع سؤال أشتري كتب منين يا جماعة؟ طبعا كل حيقول الله ألا لبغي غي دي حتى كلمة معروفة يعني ألا لبغي غي أين تذهب لكي؟ وليفو بوغ فواغ ان فيلم يبقى هقول إيه؟ هشوف الفيلم فين؟ و السينما كده كسبت خمس درجات كده أنا مبسوط لسه فيه جزء تاني في السؤال التالت يارب يارب أعدي وحله صح لأن أفرد أنك غلطت في واحدة يارب هتغلط في اتنين وتضيع دركتين حرام خلي بالك إحنا مش مستعجلين عندي كوزء التاني من السؤال التالت سوكال غوبغي وده كل الطلبة بيحبوا السؤال ده لغوبغي أقسام الجريدة بتون ليخ سوكال غوبغي بتون ليخ لتي تخد أختيك لسويفان شوزي سيلا بان غيبونس أنا عارفة كويس أو إن فيه أقسام جريدة كتير والحمد لله إحنا عفناكم من الحيرة بقنا بنكتب خمسة على قد خمس جمل يعني كل اختيار دقيق صح بالكلمة الصح حطها صح أول جملة أنا هقرأ الأقسام الأول إيكونومي أنا عارفها اقتصاد متى يو حاجة تخص التقس سباها الرياضة توريزم يبقى دا باب إيه السياحة توريزم أغ إلتر الفنون والأداب طبق أرأ أول واحدة دمين إيلا فراء بو سور لانسامبل دي بايي متى يقلي سهلة خلاص معروفة يبقى أنا حكتب إيه يا جماعة مع بعض ماتيو خط درجة الحمد الله ماتيو ماتيو يبقى دا خبر متعلق بإيه بالفنون يبقى أنا حكتب كده على طول أغ إيه متر بس دولار ست سمين دولار يعني فيها فلوس يعني أي واحد بنقوله يا جماعة عندكم هدية هي اقتصاد وفلوس يبقى حكتب إيه إيكو نومي طيب نيجي للجملة الرابعة جران سوكسي دوليكيب ناسيونال نجاح كبير للفريق القومي نحن واخدين كلمة إكيب في الدرس بتاع الكورة مع بعض إكيب ناسيونال يبقى حتكتب إيه الفريق القومي يبقى ده أخبار إيه يا جماعة سبوغة آخر واحد يعني متهيقل دي هدية لأي حد أنا عندي طغس وعندي طغس ما حيكتبها ويقوله طب شكرا يا جماعة الهدية الجميلة دي ارتفاع الساحق عدد السائحين إلى أربعين في المية يبقى أقوله رقم خمسة إيه طغس يبقى أنا كده كسبت كام خمس درجات خمسة وخمسة خمسة في آو خمسة في بيه يبقى أنا خدت كام عشر درجات عشان أقول كده يا جماعة لغاية دلوقتي أنا كسبان أربع وعشرين درجة من الامتحان ترجمة نانسي قنقر